فما يتعلق بالقضية اللي أنا بغي نتكلم فيها هو يعني هالي الشيعة أخطر من اليهود إحنا اللي كان عارفوه هو أن الشيعة فرقة من فرق الإسلام وبغوب عالناس أو اللي من بغوش على الواقع هو هذا الشيعة إخواننا الشيعة إخواننا وفرقة من فرق الإسلام كمئات الفرق والحركات لدارة التاريخ الإسلام واللي موجودة في كتب علم الكلام وفي كتب الصريخ عند التحدث عن الشيعة والرافضة إنهم إخواننا هل يجوز أن نقول ذلك وما الواجب في ذلك نبرعوا إلى الله منهم ونبرعوا إلى الله من هذا القول ليسوا إخواننا ليسوا إخواننا الله ليسوا إخواننا بلهم إخوان الشيطان الشيعة هؤلاء يجمعون معهم الكثير ويجمعون معهم يعني الأصول العقدية ويجمعون معهم يعني الأصول العقدية هم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى يوحيدون يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم قبلتهم هي قبلتنا ويؤمنون بالقرآن الكريم إذن عدنا قواصل مشتركة كثيرة جدا الأمور الفرعية هذه يعني رح تأرسون يعني يختلفون فيها الأمور الفرعية هذه يعني رح تأرسون يعني يختلفون فيها بالنسبة الشيعة مذاهب كثيرة جدا منها من يصل إلى درجة تكفير المطلق وليس تكفير المعين وهنا لا بد من التفريق بين الأمرين فتكفير المطلق قال من قال كذا فهو كافر من رمى عائشة بما برأها اللهم فهو كافر من قال إن الصحابة ارتدوا إلا ستة فهو كافر من قال إن القرآن ليس متواترا زيد فيها ونقص منه فهو كافر ويجمعون معهم يعني الأصول العقدية يقول العلامة شيخ محمد بن صالح العثيمين الشيعة خلافه متباين مع أهل السنة والجماعة ليس خلاف الشيعة مع أهل السنة كخلاف شافعي مع المالكي مثلا لا بل اختلاف عظيم اختلاف في أصل العقيدة اختلاف عظيم اختلاف في أصل العقيدة فمثلا من أصول عقيدة الشيعة أن عندهم رؤوسا يسمونهم الأئمة يدعون أن من هؤلاء الأئمة من يعلم الغيب ويدبر الكون وأن من أئمتهم من يبلغ منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل يعني معناه منزلة الربوبية الدكتور الكنبوري بالنسبة للتخصص دياله هو أستاذ طبعا وعنده غير على الإسلام وبلده وأتنى عليه شيخ المغرب ودرت واحد للمقطع الصغير في القناة وضحت أني لا أدعي أن الدكتور الكنبوري شيعي أو علماني أنا فقط امتقدت من مسألة عقدية من خلال أقوال أهل العلم وما زال للأسف الشديد يخوض في هذه المسائل اللي يخصي رجع فيها إلى أهل العلم وكن ما شفتوا أنه دار واحد الحلقة حول هل الشيعة أخطر من اليهود نعلم أن الشيعة أولا مداهب كثيرة كما قال الشيخ ددوش نقيطي لكن فيهم يعني تارى بعض طوائف الشيعة تكونوا أخطر من اليهود حسب الفشرات أما هذه الفشرات طبعا فالكيان الوهمي أخطر من الشيعة وأخصي في هذه الحرب الدائرة في أرض العزة ولذلك يجب نصرة إخواننا في أرض العزة ونتجنب بأن نقول دخول إيران عبارة عن مسرحية أو غير مسرحية هذا لا يخدم أهل السنة في المنطقة ولا يخدم أهلنا في أرض العزة بالتحليم ولكن الواجب أن الفائلين من الشيوخ الكبار التحرك والتكلم مع رؤساء بلادهم عندهم جمعيات كبيرة طبعا لغرض إيقاف إطلاق النار والدخول في هدنة تخدم مصلحة إخواننا في أرض العزة حاليا أوروبا وأمريكا لا تريد الدخول في حرب إقليمية وتنتقد الكيان الوهمي كما فعل ماكرون وبايدن وهنا بالضبط يجب أن يدخل سياسي العرب في المفاوضات مع الغرب للوصول إلى وقف إطلاق النار والدخول في هدنة أما عن من يلمع صورة الشيعة وينسى ما حصل سابقا لما انتصر حزب الله على الكيان انتشر التشييع في المنطقة العربية بسرعة فائقة والسبب هو تلميع صورتهم في الوسائل الإعلامية لذلك الشيوخ أمثل الشيخ النهاري والشيخ الفزازي والشيخ الخالدي والشيخ راشيد نافع والشيخ علي البخاري والشيخ كمال فهمي وغيرهم من الشيوخ يتصدون إلى هذه الظاهرة وتوضيح عقيدة أهل السنة والجماعة لأنها دادت على الأمة بانتشار التشييع في المنطقة لما انتصر حزب الله على الكيان وتشييع الكثير حتى وصل بعضهم إلى الإلحاد وهذا تشيش بناء عدة مرات في المناظرات لما يدخلوا الدعاة في مناظرة مع الملحيدين كي يقولوا هذا الأمر أنهم تشيعوا وطبعا السبب الإعلام الذي لا يسمع إلى أهل العلم درت فيديو في القناة يذكر فيه الشيخ الفريد الأنصاري كيف انتشر التشييع في المغرب وقال ذلك بسبب حزب الله في لبنان لما انتصر على الكيان الوامي هذا قول الشيخ فريد الأنصاري ولما تيغشرة درت فيديو تجدونه في القناة تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر